اشتركوا في القناة كما هو معلوم لدى مشترك القناة سبق لي أن قدمت حلقة تحت عنوان حماية العين من أشعة الحاسوب الضارة قدمت فيها برنامجين البرنامج الأول يعمل على تقليل أشعة الحاسوب أو جعلها متزامنة مع أشعة الشمس والبرنامج الثاني هو لترويد الأعصاب البصرية يمكنكم مشاهدة الحلقة في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم بدل برنامجين إضافتين الإضافة الأولى تعمل على متصفح Firefox والإضافة الثانية تعمل على متصفح Google Chrome إذن على بركة الله نذهب مباشرة إلى التطبيق تلاحظون هذه القناة صفحة القناة على اليوتيوب هذا هو الشكل العادي للقناة لاحظوا الآن بعد الضغط على الإضافة واختيار هذا الخيار مثلا لاحظوا اللون وبالتالي تحول اللون الأبيض إلى اللون الأسود الحلقة التي أشرت إليها سالفاً حلقة حماية العين من أشعة الحاسوب الضارة موجودة هنا على القناة هذه الحلقة كما تلاحظون حماية العين من أشعة الحاسوب لمن أراد مشاهدتها إذن نعود إلى إضافتنا هذه الإضافة للحصول عليها فقط نذهب إلى Google ثم في خانة البحث نكتب Chrome Chrome Web Star نختار أول نتيجة كما تلاحظون Chrome Web Star هنا في خانة البحث نكتب High Contrast كما تلاحظون High Contrast ننزل إلى الأسفل هذه هي الإيقونة الإضافة فقط تجد هنا Add To Chrome على هذا الشكل فقط اضغط عليها لتحميل الإضافة أنا سبق وأضفتها لذلك تجدها باللون الأخضر لاحظوا موقع Google على سبيل المثال الموقع العادي والصفحة العادية سوف تتحول إلى اللون الأسود كما تلاحظون هناك عدة ألوان أو عدة أشكال يمكنك الاختيار بينها أي موقع يمكنك التحويله من الألوان الفاتحة إلى الألوان الداكنة كما تلاحظون نفسيك في ميخص فيسبوك إذا مباشرة ننتقل إلى متسفح Firefox والإضافة الخاصة بهذا الأخير فقط نذهب إلى هنا إلى Firefox ثم نختار Add Ons نضغط هنا على Add Ons أو يمكننا كتابة هنا Firefox في خانة البحث Add Ons ثم نختار الخيار الأول Add Ons في Firefox بعد ذلك هنا في خانة البحث نكتب Blank Your Monitor Blank Your Monitor كما تلاحظون نضغط بحث هذه الإضافة الخيار الأول الخيار الأول فقط نضغط Continue To Download بعد ذلك نضغط هنا على Accept And Unstart ثم نضغط Allow ثم نضغط بالفعل تمت إضافة الإضافة لكن لا نلاحظها هنا فقط الإدارة نضغط هنا على زر الفأر الأيمن ثم نختار هذا الخيار Add Ons Bar نضغط عليه تلاحظون هنا في الأسفل دور الشريط هذا هي أيقونة الإضافة لاحظوا بعد الضغط عليها تحول الموقع إلى اللون الأسود اللون داكن نفس الشيء مع أي موقع آخر هذا فيما يخص Google أيضا YouTube على سبيل المثال كما تلاحظون YouTube يصبح على هذا الشكل إذن هذا كل شيء إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله اللقاء واللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله 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 الحمد لله